احنا معنا رجيم الأسبوع وكمانا عايزين نكمل الغداء والعشاء فتيجي ناخد الرجيم سريعا وبعدين نكمل الغداء والعشاء هو اليوم الأول معنا على الشاشة الرجيم ده مش للأطفال مش للأطفال ده رجيم الكبار بس عشان احنا بنقوله في كل حلقة اليوم الأولاني الفطار عيش وعسل ومربى التوست دائع ممكن بعيش بلدي يعني فيش مشكلة خالص الغداء يبقى مكارونا بالماشروم الماشروم ده فيه بروتين كويس قوي مكارونا يعني نشويات ومع الصلطة والخضار والعشاء فاكها وبكده لما نبص نلاقي ان اليوم ده كله يكمل بعضه بأكل صحي في الآخر بوجود الفاكها تمام اليوم التاني اليوم التاني ممكن نفطر شوكولتاية صغيرة او عيش وجبنة او عيش فول او عيش وبيض انا حطت هنا الشوكولتا ليه لانه الحرمان التام زي ما قلنا ممكن يؤدي لمشاكله وحطتها شوكولتاية صغيرة وحطتها الصبح عشان الجسم يحرقك كويس الغدى نشويات مع صلطات والعشاء بروتينات مع صلطات بيد او تونة مع صلطة البطاطس مسلوقة دي في الغدى عفوا بالضبط البطاطس مسلوقة دي في الغدى تمام والعشاء بيت مسلوء اليوم التالت اليوم التالت الفطار بناخد العيش مع الجبنة وفكها الغدى لحوم لحمة فراخ سمك مع خضر وصلطة والعشاء زبادي بالفكهة جميل اليوم الرابع مش شرط الزبادي بفكهة يعني ممكن فكهة وزبادي ده أفضل أعتقد صح؟ أه يعني الحاجة الصحية المعمولة فريش تبقى أحسن الفطار هنا ممكن يبقى موزاية كبيرة الغدى سمك مع رز مع خضار مع صلطة والعشاء فكها وجود النشويات واللحوم والخضار والصلطة والفكها مهمة قوي في كل يوم مثلث الغذائي الهرب للغذائي ده بالضبط مهمة قوي الفطار في اليوم الخامس يبقى كورنفليكس مع لبن خليد دسم كورنفليكس ده ممكن يبقى بليلة يبقى شوفان الغدى اللحوم مع صلطات فيه طبق شربة هنا للتغيير العشاء زبادي وصلطة أو زبادي وخضار فينا ستأكل السبانخ بالخضار بالزبادي أصلا تبقى جميلة برضو اليوم السادس الفطار عيشه فول أو عيشه جبنة والغدى لحمة أو فراخ أو سمك مع خضار وصلطة والعشاء بيد وصلطة وأخيرا بأخر يوم اليوم السابع واليوم السابع الفطار ممكن ناخد فواكه برضو ده ينفعنا يوم المدرسة وانا نازل بسرعة ممكن بتفحية أو لبرتقانية في العربية الغدى بيد والبيض ممكن تبدل باللحمة وفراخ والسمك ما أخضره سلطة والعشاء فاكه تمام رجيم دوت مشاهدينك كرام بيبقوا موجود على صفحة من القلب للقلب على الفيس ممكن تقدروا تدخله واتبعوا في الخلال الأسبوع ده بيخصوا الدعية دكتور كل جسم مختلف عن التاني نحن دايما بيبقى الهدف بتاعنا للشخص السليم اللي لا يعاني من مرض الستات ينزلوا كيلو في الأسبوع ورجاله ينزلوا كيلو ونص بزن بسالي كل ما بيخصوا نعم